السلام عليكم وعاكم مراد النابلي اليوم مش نعدي لكم أكلة شعبية تونسية تسمى اللبلابي حذرتها بالتعاون مع الذكاء الاصطناعي شوفوا قلولي رأيكم تابعوا الفيديو للآخر اللبلابي من الأكلات التونسية الشعبية وتعد من أقدم الأكلات التونسية التي يتم إعدادها منذ قديم الزمان في تونس وفي هذا السياق نقدم لك أسهل طريقة لتحضير اللبلابي في المنزل مكونات الوصفة مئة وخمسين جرام حمص عدد أربعة بيض مسلوق أربعة ملعقة كبيرة كمون اثنين ملعقة كبيرة هريسة تونسية أربعة فصوص ثوم كوب زيت زيتون ملعقة كبيرة ملح ملعقة كبيرة خل ملعقة صغيرة تابل تونسي عدد واعة خبز علبة تونه خشن كوب زيتون حب طريقة تحضير الوصفة قوم بغسل الحمص وتنقيته من الشوائب بشكل جيد ثم انقعيه في وعاء عميق وماء يغمره مدة ليلة كاملة في اليوم التالي ضعي الحمص المنقوع على نار متوسطة وماء يغمره وتركيه يغلي لمدة ساعة كاملة أو حتى ينضج وبعد أن ينضج الحمص قومي بواسطة هراسة البطاطا بالضغط على الحمص قليلا حتى نتحصل على النشاة من الحمص في الماء ولا يجب هرس الحمص بقوة بل بلطف بحيث تتكسر الحبات ولا تنطحن بعد ذلك قومي بإضافة الثوم والكمون والملح وتركيه دقيقتين على النار ثم ارفعي الوعاء عن النار ثم ضعي الهريسة في وعاء متوسط ثم قومي بإضافة التابل التونسي مع نصف كوب من الماء وربع كوب من الزيت وقومي بخفق المكونات مع بعضها بشكل جيد ويصبح صوص الهريسة جاهزة للاستخدام في اللبلاب التونسي ثم حضري أربع أطباق متوسطة وقومي بتفتيت ربع كمية الخبز في كل طبق ثم اسكبيل كمية المرغوبة من الحمص وأضيفي ملعقة كبيرة من صوص الهريسة ثم ضعي بيضة مسلوقة فوق الحمص والهريسة ثم ربع كمية التونة ثم زيني طبق اللبلاب التونسي بالكمون والزيتون وزيت الزيتون ويصبحوا جاهزا موسيقى